المجلس الشعب المجلس الشعب ووكيل بالجهاز المركزي المحاسبات ورئيس شرف ربطة رقبيون ضد الفساد نهارك سعيد أهلا بك يا أستاذ أستاذ محمد حلم يجاد رئيس شعبة بالجهاز المركزي المحاسبات وعض ورابطة رقبيون ضد الفساد نهارك سعيد نهارك سعيد أنا أريدyen اكثر بداية أفهم دلوقت جهاز مركزي المحاسبات هو يتبع رئيس الجمهورية المفروض ؟ هو حاليا بمجب القانون الحالي يتبع لرئيس الجمهورية تمام وقبل القانون الحالي اللي هو قبل سنة 98 كان يتبع لمجلس الشعب وفي كل الحالتين كان لنا تجربة مريرة سواء كانت تبعية الجهاز لرئيس الدولة أو تبعية الجهاز لمجلس الشعب طيب أنا الفضل ماشا فإحنا تبعية الجهاز لمجلس الشعب إحنا أسنا منها الأول كان مجلس الشعب معروف أن عدد عضاؤه اللي هم أقوله 3 أربعات يعني 444 عض فكان الجهاز المركزي المحاسبات بيتبع ل444 رئيس في مجلس الشعب كل منهم له طلباته وكل منهم له مأخذه وكل منهم له ينفذ رغبات أعضاء دائرته عن طريق جهاز المركزي المحاسبات إحنا قدرنا نتخلص من هذا العائق بعد صراع مرير مع الدولة وأصبحت تبعيتنا للرئيس الجمهورية فيما بعد بمجب القانون الجديد من سنة 98 تمام حضرتك لو أجزة بسيطة لهذا القانون لهذه التبعية وهذه التبعية خلال فترتين هتلاقي أن كم الفساد اللي شاب الدولة في خلال تبعية الجهاز المركزي المحاسبات للأتنين كان كثيرا للغاية اترتب عليه إهدار مال عام بمليارات الجنيهات تمام وبالتالي إحنا لما بيجي نطالب النهاردة باستقلالية الجهاز من الجهتين ليس الغرض منه إن إحنا طلبين منفعة شخصية إحنا الغرض منه حفاظ على المال العام طيب إحنا نشوف في فضلاتي على الشاشة أجزاء من القانون الحالي اللي بيحكم عمل أو أليات عمل الجهاز المركزي المحاسبات أستاذ محمد أي مشاكل القانون الحالي يعني كنصوص قانون مثلا أو في تفاصيل في تطبيق المشاكل القانون الحالي اللي إحنا زي ما تفضل العاصم بيه وقال إحنا كلمنا تجربة مريرة جدا في فترة تبعيتنا لمجلس الشعب الجهاز المركزي المحاسبات كان مستباح من مجلس الشعب في ظل حكومة الحزب الوطني الذي تم حاله بنقل تبعيتنا لرئيس الجمهورية وتسييس منصب رئيس الجهاز أصبح الوضع أسوأ يعني أضايا الفساد دي كلها لأن الجهاز تم تسييسه ونقل تبعيته لرئيس الجمهورية القانون الحالي للجهاز فيه معاوقات كتير جدا بتمنع الجهاز من أداء دور الرقابة حصنات أعضاء الجهاز مش موجودة الأعضاء كانوا بيتعاقبوا لأداء عملهم وأذكر أن دي أول مرة نسمع أن حد تقل عشان أداء عمله دي دي كانت عندنا وقعة شهيرة جدا السيد محافظة الألوبية الأسبق المستشار عبد الحسين كان نكلم دكتور جودة المال عن أحد الأعضاء عدي تقرير قاسي جدا عن السنديق الخاصة في محافظة الألوبية وتم بتنكيل بعض الجهاز طبعا سرية التقرير دي معاوق لأنها دي ضد الشفافية ودد بمكافحة الفساد أن الشعب ما يعرفش حاجة عن ما يدور في كواليس الحكومة وعن أضايا الفساد الكبرى تكبيل يد الجهاز في أنه عدم إعطاء حق إبلاغ سلطات التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو النيابة الإدارية عن ما يكتشفه من جرائم إدارية أو جرائم جنائية دي كلها كانت معاوقات بالإضافة بعض معاوقات العمل الفني السلطات ويأتي على رأسها تحويل المخالفات المالية إلى مخالفات إدارية بمعنى عدم الرد على تقرير الجهاز مخالفة إدارية يعني أبقى كاتب تقرير في مليارات وبلغوا للجهة والجهة ما تردش عليه الجهة ما تردش علي وفي الآخر لما نطلب تحيي معهم مخالفة إدارية الجهة تحقق مع موظف موظف لما التقرير في الدرج بمليارات ويأخذ يوم جزء وممكن ما يأخذش حاجة وممكن ما يستجبهش وده ممكن يتكافئ بقى سعي وممكن يتكافئ وكتير بيتكافئ وكتير بيبقى المخالف هو السلطة اللي أنا بخطبها يعني بكلم مع سكرتير عام محافظة أو محافظة هو المخالف هو المرتكب الجريمة وأنا ببعاكله التقرير بالتالي بيحطه في الدرج دي كلها كانت معاوقات تمام دي كلها معاوقات في القانون الأديم في القانون الحالي في القانون الحالي اللي هو قانون الصادر رقم 144 لسنة الثمانية وتمانين ومعدل 157 لسنة الثمانية وتمانين طيب أنا قدامي ورقة تانية أستاذ عاصم ده مجلس الدولة محكمة القضايا الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار دي الورقة دي معناها إيه الورقة دي بتبين كيف استباح المال العام في فترة من الفترات نتيجة تبعيته لرئيس الحكوم لرئيس الدولة أنا بس بضيف على اللي ما قاله الأستاذ محمد حلمي وهو علامة من الناحية القانونية وعلمة من الناحية الفنية فأقول إن جهاز المركزي المحاسبات في استباح دمه لكل من الجهاتين السلطة التنفيذية فقد استقلاليته فقد استقلالية رئيس الجهاز وقدرته على مواجهة الصعاب فقد استقلالية عضو الجهاز المركزي المحاسبات وأصبح هذا الجهاز العضل في الجهاز المركز المرطع لكل من هب غداب ويستطيع زي ما قال محمد به عقابه على أدفع الأسباب فقد قوة تقاريره التي أصبحت يما تحفظ في الأدراق يما تهمل يما ترسل لصاحب المخالفة فقد الشفافية والإفصاح وفقد قوة تقاريره التي إذا أعلنت على الرأي العام أدتها قوة أكتر من قوة القانون إحنا من خلال الخمس أرقان اللي أنا ذكرتهم لحضرتك دي استباح دم الجهاز المركز المحاسبات واستباح دم المال العام وأهدره تماما خلال أقصر من 30 عاما هذه الثلاثين عام لو إحنا بصينا المنافع والأضرار التي نتجت عن استباح دم الجهاز المركز المحاسبات هنلاقي الأضرار بالغة القصو على الاقتصاد القومي على المجتمع المصري كقول لما نيجي نقول النهاردة أن حكم القضاء الإداري في القضية لقدام حضرتك دي وهي أحدى قضايا الخاص وهي شركة التنطل الكتان الذي أشار فيها القاضي إلى دور رئيس الجهاز المركز المحاسبات في استباح إحضار المال العام في هذه الشركة ده نتج لإيه؟ نتج لأن الجهاز المركز المحاسبات هنا جامل بعض أعضاء الحزب الوطني وجامل بعض أعضاء لجنة السياسات واستباح دم هذه الشركة ضمن 410 شركة أصلا كمان تخيلي أن هناك 410 شركة تم استباح دمهم تم بيحهم بـ 57 مليار جنيه قيمتهم المقدرة 450 مليار جنيه تخيلي كم الإهضار من المال العام في هذا هل لو الجهاز المركز المحاسبات له استقلاليته اللي احنا بنناشدها وبنطلب بينها احنا أولا استقلالية عدو الجهاز نفسه من ناحية المالية احنا ربنا يعني إدى الأعضاء الجهاز المركز المحاسبات ما يعني استطاعوا أن ينوى له خلال الأيام الماضية إلا أنهما لازلوا معتصمين بمبنى جهاز المركز المحاسبات مطالبة بهذا الاستقلال لأن هذا الاستقلال يعني كرامة عدو الجهاز وكرامة الجهاز ككل والتي هي أهضرت خلال السنوات السابقة وبالتالي حفاظا على المال العام هو ضرر رئيس لجهاز المركز المحاسبات لأنه لو وصلنا لهذه الشركة كيف أهضر المال العام نتيجة أن جهاز المركز المحاسبات تدخل في عمل لا يخص الجهاز الرقابي في الدولة أصبح شريكاً في جهاز التنفيذي إزاي إحنا نبقى أعضاء في جهاز المركز المحاسبات ونراكب على المال العام ونشارك في الإعداد في هذا المال هذه المشاركة اللي هي تزاوج السلطة أو تزاوج الرقابة مع التنفيذ أدت إلى إهضار المال العام وقرمت جهاز المركز المحاسبات طبعاً رحلة بتتكلم على إهضار المال العام أستاذ عاصم دائماً بيجي في بالي الأفلام الكوميدية اللي هي الناس بس بتتحول لقضايا وبيتحكم فيها على مستوى الاهدار المال العام يعني لما يبقى فيه ناقص عجز 50 جنيه وعجز 100 جنيه والقصة الشهيرة بتاعة المدرسة اللي كانت بتشحن موبايلها في المدرسة هنا يقولك اهدار مال عام لكن لما بتبقى قضايا زي مصانع بيتم تقيمها بشكل خاطئ ده أنا هقولك على الأخطر يا أستاذ إحنا لو الجهاز المركزي المحاسباتها مستقلا ما كانت ظهرت مشكلة الأمح اللي احنا جينا هنا مرة حلقة واثنين وثلاثة عشان نتناولها وما استبح دم الشعب المصري في تناول قمح فاسد وخبز فاسد بمعنى ويخرج رئيس جهاز المركزي المحاسبات ويقول أنا هذا الخبز أنا بكله ببيتي بمعنى ايه من اللي كان مصيتر تماما على استراد القمح كان سكرتير رئيس الدولة سكرتير رئيس الجمهورية وبالتالي كان لا يستطيع جهاز المركزي المحاسبات أن يتناول هذه القضية حتى لا يخش في جدل أو يخش في عدم تجديد مدته أمام رئيس الجمهورية أو أمام سكرتير رئيس الجمهورية هذا قمح فاسد هذه خصخصة هذه سندق خاصة هذه كم الفاسد رائحة شفناها هذه ولو تركت سلسلها هتلاقي آلاف القضايا التي لم تنظر أمام القضاء لأن القضاء لم يعطى الفرصة لأن هناك تدخل بين جهاز المركزي المحاسبات والجهات الخارجية التي يركب عليها حتى لا تظهر هذه المشاكل على السطر طبعا عايزة أسأل سؤال وهارجع على الاستقلال أكيد هنتكلم عنه عشان نتكلم عن القوانين أستاذ محمد دلوقتي لما جهاز المركزي المحاسبات بيقدم تقرير في التقرير ده معلش عذر السؤالي البدائي في التقرير ده بيروح فين؟ الحاليا بيروح للجهة اللي احنا رائبنا عليها يعني أنا برائب على محافظة ما أو وزارة ما أو هيئة ما بعتهوله؟ بعتهوله بقوله عندك فساد مالي؟ بقول ملاحظات والملاحظات واجبة التنفيذ واجبة التنفيذ ولو ما نفذهاش وحط في الدور؟ ما بينفذهاش هو الجهاز بتقول حاليا لأن الجهاز تم تقليص دوره الجهاز بتقول إيه؟ دي توصيات من الجهاز ناخد بها أو ما ناخدش بها رأيك استشاري يعني رأيك استشاري طبعا إحنا بنتكلم في قضايا إهدار مالعام وقضايا فساد قضايا فساد وجرائم جنائية وجرائم تأديبي الجهاز ما بيعجبهاش ده وبتقول ده مجرد توصيات نعمل بها أو ما بيعملش بها ما بقدرش أفعل ده أنا ما بقدرش أفعل تقريري ما عندكوش أي إجراء قانوني تخليكوا تبقوا ملزمين أو تفعلوا لا ما عنديش وده أحد قيود القانون الحالي ما عنديش ما قدرش أعمل حاجة بل القانون الحالي خلالي عدم الرد هو ممكن أنا ببعث له ما بيردش علي وعدم الرد مخالفة إدارية مخالفة إدارية لا قيمة له الجهاز اللي تحقق فيها وجهاز اللي تحفظ زي ما هي عايزة وده اللي احنا بنحاول نتفادح حاليا في القانون الجديد في مشروع القانون الجديد وضع آليات لتنفيذ تقرير الجهاز الجهاز كأنه أسد بالأنياب نسعة أنيابه الجهاز بتقول ده توصيات وإحنا بنقول ده ملاحظات واجبة التنفيذ بس أضيف بعد إذن حرارك جملة للأهل للأستاذ محمد هنا كف يد جهاز المركز المحاسبات عن إبلاغ النيابة العامة في قضايا الفساد مشكلة كبيرة جدا وعويصة أنا صاحب رؤية أن هناك قضية فساد ولا أستطيع إبلاغ النيابة العامة كعضو جهاز المركز المحاسبات دي مشكلة المشاكل لأننا الأخضر على فتح هذه القضية وعرضها أمام الرأي العام إنما تعطى سلطة إبلاغ النيابة العامة لرئيس الجهاز فقط هنا مشكلة أخرى كبيرة جدا لأننا نعرف أن الرئيس الجهاز جاي بقرار سياسي وجوده كقرار سياسي بيخليه يتمنع أو يعني يتحفظ في اتخاذ أي إجراء أمام السلطة التنفيذية لما شخص الشخص يحفظ على منصبه يعني وبالتالي نحن نطالف هذا القانون أن يكون هناك سلطة لعضو جهاز المركز المحاسبات في درجة ما إبلاغ النيابة العامة أنا أريد أن أقف قبل أن أتكلم عن التقانون الجديد لأن هناك كم نقطة أريد أن أفهم دلوقتي لو فعلا مستقل الجهاز المركزي المحاسبات تمامين يرائب عليه ونفس أماره بالسوق أفضل حد نفس الجهاز لا يجوز في أي حال من الأحوال نحن نطالب الرقاب على المال العام وبالتالي يجب على الجهاز المركزي المحاسبات أن يحسب ويحسب مين اللي هيحسبه؟ نحن هنا نكلم أولا عشان أرد عليك أنا هفترض أن سؤالك كالتالي أن هناك ثلاث سلطات في الدولة فقط اللي حديثهم الدستور وهي سلطة القضائية وسلطة التنفيذية وسلطة التشريعية وجود الجهاز كمستقل يعتبر سلطة رابعة وهو مرفوض أنا أريد أن أعطي الدياتة اللي ممكن تسأليني فيها إنما أنا أقول هنا استقلالية الجهاز هنا بتعطيه الحق أنه يقدر يحافظ على المال العام زي ما اتفقنا النقطة الثانية استقلالية الجهاز لا يستدبحها بالضرورة أبدا مخالفة الدستور لأننا هنا نطلب في مبدأ حوارنا أن ينص في الدستور أن يكون الجهازها مستقلا وانتعرف أن الدستور هنا أبدا قوانين لما نطلب في الدستور أن يكون الجهازها مستقلا ونحط قدرتنا في هذا الموضوع ونحطها في شكل مادة أو 2 أو 3 في القانون ده كان فيه 6 مواد في القانون في الدستور 54 للجهاز المركزي للمحاسبات فإحنا نطالب بكده ومش نطالب بكده عشان يجلنا واحد من السلطة القضائية يعني ينزل ببراجوتة على جهاز المركزي للمحاسبات وإحنا عدينا منه في الـ 12 سنة اللي فاتت إحنا بنقول كده على أساس أننا ممكن نعطي لجهاز المركزي للمحاسبات سلطة قضائية فهذه الجزئية بالذات إنما لا يدبعوا يعني معنا نعمل إيه؟ لما نيجي نقول النهاردة أن جهاز المركزي للمحاسبات من الممكن أن هناك في محكمة اقتصادية موجودة في سلطة التشريعية لما نيجي نقول أن هناك محكمة للمحاسبات هنا بالنسبة لنا هنا بقى تابعين لسلطة القضائية مش تابعين لسلطة قضائية هنا بالنسبة لنا في نوع من الوصل بيننا وبين السلطة القضائية ومن ناحية تانية عاوز أقول نحن بالنسبة للمجلس الشعب نحن نستقل عن المجلس الشعب لأننا الجهة المعاونة للمجلس الشعب في إعطاء قوته لأننا الجهة المعاونة للمجلس الشعب في أداء دول الرقابة فمن باب أولى أن وجود إفراد في الدستور للجهاز المركزي للمحاسبات يعني استقلالية الجهاز ولا يقول بالقدر الكافي استقلاليتنا عن السلطات الثلاثة مفهوم يعني تابعيني بس هنشوف دلوقتي بس القانون المقترح عشان نبتدي نتكلم عليه من قبل حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب دل هنشوف دلوقتي على الشاشة عشان نتكلم فيه بس حيث محمد أنا كنت عايز أضيف الجزية لحضراتي قصرتيها فعلا عاملة لابس كتير عند كتير من الناس طب الجهاز المركزي للمحاسبات لما هو عايز يستقل عشان يمشي براحته يعمل على مزاجه بقى يعمل تقارير هنا أنا بقول بطرح سؤال وهجاوب عليه لما كنا تابعين لمجلس الشعب ما كانش فيه حد بيرائب على الجهاز المركزي للمحاسبات كانت الرقابة داخلية من الشعب المختصة لما أصبحنا تابعين لرئيس الجمهورية برضو ما فيش حد بيرائب على الجهاز المركزي للمحاسبات غير الشعب المختصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات نحن لا نؤدي عمل تنفيذي نحن لا نؤدي عمل تنفيذي عشان نخضع للرقابة رقبتنا داخلي رقبتنا داخلي نحن مش عايزين نبقى ماشيين لوحدين عمل السلطة القضائية مين بيرائب عليه ما فيش حد لأنه بيؤدي عمل قضائي السلطة التشريعية ما فيش حد بيرائب عليها لأنه بيؤدي عمل تشريعي العمل الرقابي يوازي العمل التشريعي والعمل القضائي لا رقابة على العمل لكن عندنا رقابة داخلية على النواحي المالي الشعب المختصة بترائب على الجهاز المركز المحاسبات وده كان موجود في ظل تبايتنا لمجل الشعب ولازال موجود في ظل تبايتنا للرئيس الجمهورية ولما يستقل الجهاز بعيد عن مجل الشعب ورئيس الجمهورية هيظل أيضا موجود الرقابة الداخلية عندنا ورقابة قوية جدا وبنفعلها مفهوم يعني معنى كده أنه مش هيبقى الحب وإحنا ما منطلبش بدأ يا أستاذ إحنا عندنا جلد الذات أقوى من جلد الغير عندنا جلد الذات في جهاز المركز المحاسبات الرجل ده اتعرض للعقوبات كم مر أسأليه يعني أنا مش عاوز أصراحه بش انتلتك بتقرير ولا عشان إيه عشان خاطر بيقول كلمة أنا النهاردة أنا كنت سعيد جدا أني محمد حلمي موجود معايا واختياركم موفق تماما لهذا الرجل هذا الرجل يعني قعد فترة من الوقت في سل الجهاز المركز المحاسبات في فترة سابقة لطلب إصلاح الجهاز المركز المحاسبات على مدار ست سنوات كيف ينهاردة محال المحكمة التأديبية مرتين وثلاث مرات عشان كده أنا بكن له كل تقدير واحترام وأنا بشكر القناة عندكم بشكر البرنامج أني استضافت هذا الرجل من منطلق استضافته هذا الرجل هو بيعطي قوة لكل ما نصيره الآن من أركان فساد موجودة ونحاول إصارتها حتى يمكن القضاء عليها من خلال تفعيل دور الجهاز المركز المحاسبات عشان الوقت بقى ما ياخدناش أكتر من كده أنا محتاجة أفهم المقترح حزب الحرية والعدالة القانون والمقترح بتاعكم عشان أبقى بس يعني نفهم أو إيه الفرق بينهم على طول الفرق بين المقترح بين قانون اللي أعدوه والحركات الإصلاحية تأخذ الجهاز المركز المحاسبات سواء كانت النقابة المستقلة للأعضاء الرقبيين اللي أحد أعضاءها أو حركة رقبيون ضد الفساد اللي أنا أيضا أحد أعضاءها ومقترح الحرية والعدالة في نقطتين أعضاء الجهاز والعاملين بالجهاز مش هيبالوا بيهم بأي حالة من الأحوال اللي هم تابعية الجهاز مرة أخرى لمجلس الشعب واختيار رئيس الجهاز من خارج الجهاز المركز المحاسبات من خارج أبناء الجهاز المركز المحاسبات تابعيتنا لمجلس الشعب تجربة كانت مريرة جدا وطبعا صعب جدا أني أنا لو حزب الأغلبية هو اللي شكل الحكومة وهو صاحب الأغلبية داخل مجلس الشعب يبقى أنا برائب على الحكومة وبابعت لحزب الحكومة التقرير بتاعتي واللي هم بيرقصوني في نفس الوقت واللي هم بيرقصوني في نفس الوقت يبقى التقرير دي ملاش لازم ملاش لازم النقطة التانية اختيار رئيس الجهاز المركز المحاسبات هل هو منصب تكنوكرات ولا منصب سياسي احنا بنقول منصب رئيس الجهاز منصب تكنوكرات لأنه لازم يبقى متخصص في العمل الرقابي وعنده خبرة طويلة فيه وليس منصب سياسي الحكم اللي ده حضرتك الأستاذ عاصم دلوقتي حكم الغائر خاص خاصة شركة تانتل الزوت وكتان الحكم وجه انتقادات شديدة لازحة جدا لرئيس الجهاز السابق في تقييم شركات القطاع العام وبحة وإهضار المال العام ده نتيجة تسييس منصب رئيس الجهاز منصب رئيس الجهاز اللي كان بعينه ورئيس الجمهورية فترة أربع سنوات تجدد لمدة أخرى منصب أصبح سياسي أصبح ولاقه للسلطة اللي بتعينه وليس للبلد وليس للجهاز الذي يرقصه ودي نقطة هل انتم حطين مدة في القانون بتاعكم؟ حطين طبعا مدة حطين أقصى مدتين أربع سنوات بحد أقصى مدتين مفهوم مش مدة مفتوحة ويعين من أبناء الجهاز أنا ما يجنج ويعين من جمعية العمومية اللي هي أعضاء جهاز المركز المحاسبات ومكتب الجهاز المركز المحاسبات الذي يشكل من 13 عضو وهنا بنغلي إيد رئيس الجهاز في هذا الجانب حيث أن إيد رئيس الجهاز الثلامة هي مفتوحة الجانب قد يتعرض لإغراءات صحيح فبالتالي يجب أن يكون المكتب التنفيذي أو مكتب الجهاز هو السلطة الأقوى ورئيس الجهاز هنا دوره دور إداري فقط في كيفية تفعيل هذه القرارات الأمر الآخر أنا طبعاً لما يكون حزب الأغلبية في داخل مجلس الشعب هو صاحب الحكومة أو هو لازي شكل الحكومة وهو اللي هيعين رئيس الجهاز المركز المحاسبات أصبحت الرقابة على المال العام غير فعالة فيجب إلغاء الجهاز المركز المحاسبات ملوش دور في الحالة دي ملوش دور مش هيكله دور تأكيداً اللي ذكروا معلش محمد بهنا عاوز أقولي إن خلالي الثلاث يام الأسبوع اللي فات بس عضوا مجلس الشعب حضر لجهاز المركز المحاسبات عشان نعين واحد دي البداية ده إحنا قبل ما نبدأ حيث سأقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نبدأ ده ما كان في السابق إثناء تبعيتنا لمجلس الشعب يعني طبعاً أقلهم مشاكل هو أنهم يعينوا ولادهم المشكلة الحقيقية هو الرقابة فعلياً على المال العام يعني لو قلنا أن المضاهي أقتصر ما نفهمها هيترتب عليها يعني نتائج وخيمة صحيح أنا بشكركوا شكراً جزيلاً ونعرف أن إحنا كنا محتاجين نعود وقت أطول من كده علشان نتكلم على فعلاً استقلال جهاز المركزي المحاسبات اللي يعني بيحمي فلوسي بيحمي أموالي أنا كمواطن وكل واحد فينا يعني أكيد فلوسه في الشوائر عادي كلها أنا بشكرك الأول وبعدين عاوز أقولك على حاجة تانية أختم بها فضل نحن نطالب رقابة فعالة الرقابة الآن رقابة غائبة يجب أن تكون الرقابة على المال العام والقضاء على مظاهر الفساد اللي إحنا قضينا عليها تلاتين سنة قضينا فيها تلاتين سنة يجب أن تكون رقابة فعالة للمال العام ما عليش قبل ما انسى كمان هل في القانون المقترح بتاعكم إلى جانب التبعية وإلى جانب الرئيس أنه يبقى من داخل الجهاز هل كمان في حاجة اللي يلقى قد إيه ملزم التقارير بتاع طبعا طبعا الزمنا وإبلاغ النيابة العامة ونيابة الإدارية والإفساع يجب أن تزال كلمات سري وسري جدا على تقرير الجهاز على نية التقارير ليس سري ما أنا بقولك ما هذه إحدى مظاهر الفساد الباطنة هنا لما بنجي نقول أن أعلان تقرير الجهاز وشفافية تقرير الجهاز والإفساح عن تقرير الجهاز لكافة من يطلبها هنا بتعطي القوة لهذه التقارير طيب بشكركم شكرا جزيلا وأكيد هابنين لقاءات تانية أستاذ عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي المحاسبات ورئيس شرف ربطة رقبيون ضد الفساد شكرا جزيلا أستاذ محمد حلمي جاد رئيس شعب بالجهاز المركزي المحاسبات وعضو رابطة رقبيون ضد الفساد بشكر شكرا جزيلا ولسه بنكمل نهارك سعيد عندنا تقرير وهنرجع تاني علشان نتكلم عن حي البلد برضو بشكل عام استنونا